السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد نلتقي في ستوديو الجماهير حلقة بالتأكيد راح تكون مهمة ونواكب بيها الحدث الأبرز هو فوز المنتخب الأولمبي بلقب بطولة غرب آسيا تحت سن 23 ولكن في ذات الوقت هذا اليوم يمثل لكل العراقيين والرياضيين على وجه الخصوص يمثل ذكرى أليمة برحيل الأسطورة نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي مثل هيت يوم قبل ثلاث سنوات فقدنا رمز من رموز العراق أبو هي بسبب الفيروس اللعين فيروس كورونا اللي هواي من أخوتنا وأحبتنا راحة وضحية هذا الوباء الله يرحم أبو هي وفي ذكراه ما عسانا أن نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون والرحمة والمغفرة على روح الكابتن أحمد راضي أبو هي فاصل ونعود لحلقة هذا اليوم وهجم لفريق نادي الزورة أحمد راضي تقدم تقدم وعيد راضي ترجمة نانسي قنقر الرحمة والمغفرة ليروح المرحوم الكابتن أحمد راضي وذكراك في القلب وما راح ننساك ولا يوم كابتن أحمد راضي الكابتن كريم سلمان الكابتن علي هادي ناظم شاكر طارق أحمد والقائمة تطول لرياضينا اللي فقدناهم بسبب هذا الفيروس اللعين والقائمة طويلة جدا إذا احتينا الراحل صباح عبد الجليل سعد مالح عضو اتحاد كرة القدم أحمد دحام هواي هواي من رياضينا حتى لا أنسى الأسماء فقدناهم بظرف سنتين وذكراهم ستبقى عزيزة على قلوبنا يا سبحان الله احنا في عز أفراحنا لازم تجي مناسبة تذكرنا وكأن الحزن مكتوب علينا كعراقيين لكن هذه هي سنة الحياة ويجب أن تستمر بأفراحها بأحزانها ورياضتنا تستمر ومستمرة وما شاء الله خلال هذا العام انجازين مهمين للكرة العراقية للرياضة العراقية بصورة عامة كأس الخليج وأعقبتها الفوز بلقب بطولة غرب آسيا